انا اقول لكم كلام كمان اللي قاله الكابتن الخطيب النهاردة اللي شبه كلام مرس الكرة اللي دعم فيه لعيب النادي الاهلي وقال لهم لازم ترجعوا بالكاس وما تركزوش غير في الملعب ما تركزوش غير في المباراة ما تشغلوش بالكم بالحكم ما تشغلوش بالكم بالحكم بتاع المباراة الماضية او المباراة القادمة كلام مهم اتمنى شوف رئيس النادي الاهلي المدير الفني للنادي الاهلي بيقولي الكلام ده اللعيبة خلاص بعض الوقت تكتلق بالكلام ده أتمنى كمان جمهين النادي الأهلي تبقى فهمة ده هتقول لي معنمائي لأنا كجمهور ما أنا براحت أنا أقول لأنا عايزة وهنا اللي هنزل ألعب لا أنت مؤثر أنت مؤثر أنت جمهور النادي الأهلي أنت كل كلمة وكل حرف بتكتبها على أي بلاتفورم على السوشيال ميديا بيشوفها اللاعبين بتعدي على اللاعبين وتاني وألف الناس أنا أستخدم اللفظ ده الناس اللي بتبيع لك ما تشتريش منهم هو مش فارق مع الأهلي أنت اللي فارق معاك الأهلي جمهور الأهلي اللي بتبيع لك إيه؟ الأهلي مظلوم الأهلي مقهور الأهلي في مؤمن عليه الأهلي مش عارف مين بيكسره الأهلي مين مش عارف إيه؟ هقول لك حاجة من آخر هقول لك حاجة من آخر مفيش حد يقدر يكسر الأهلي لإعلامي ولا لاعب ولا مسؤول ولا أي حد ولا أي حد هاتل كل المسؤولين اللي في الكاف والله ولا يقدروا يعملوا حاجة مع الأهلي الأهلي ده التاريخ كده كده الأهلي بيكسب بطولاته بيدراعه بأقدامه اللي يعمل يعمل جنبك سيبه حتى لو الناس جنبك شاي لنوايا شر سيبها تشيل نوايا الشر بس ما تخليش لعبتك تركيزها يروح أبا كلام جمهورنادي الأهلي ما تخليش الجهاز الفني تركيزه يروح ما تدلهمش مبرر يستخدموه لو لا قدر الله ما كنوش مركزين وخسر لأ قلوهم أنا واسق فيكم أنا عارف أنك تقدروا تكسبو أنا عارف أنه أنتو رجالة أنا عارف أنه أنتو لابسين تشيرت النادي الأهلي فتفوزوا ما تبصوش على حكم ما تبصوش على مسؤول في الكاف مش عارف عايز يعمل إيه ما تبصوش على الكلام ده خالص خالص مش الأهلي اللي يبص بالطريقة دي ده رأيي يعني